من افضل تحديثات اليوتيوب بجد بدأ كده اليوتيوب يفكر داخل الصندوق لمصلحة صنع المحتوى التحديث النهاردة هو عبارة عن ان انت تقدر تترجم فيديوهاتك من خلال اليوتيوب نفسه كنا الاول عشان اعرف هترجم فيديوهاتي لازم اروح على الفيسبوك او اروح على الموقع احنا شرحنا فيديوهين قبل كده او تلاتة مش متذكر عن ازاي هتطلع ملف ترجمة من الفيس او هترجم ملف ترجمة من موقع لما الفيس لخبط معانا وهكذا دلوقتي من قلب اليوتيوب نفسه هتقدر تترجم فيديوهاتك بكل سهولة لكل لغات العالم تمام هنشوفها مع بعض تحديث بصراحة روح هندخل كده دي الايكونة اللي احنا سايبينها للوحة البيانات بتاعتنا من كروم الايكونة دي لو لسه حضرتك ما عملتهاش برضو هسيب لك الرابط في التعليم المثبت تمام وهيظهر لك في علامة الاي دلوقت وكمان ايكون مش عارف هاي بفشاشة النواد هنشوفها مع بعض هندخل كده على الايكونة ان انا ادخل على لوحة البيانات على طول تلقائي لوحة البيانات من كروم تلقائي لو بتاعف توصل توصل اوكي ان احنا سابقيا التعليم المثبت تمام وهو هنا المكان بالحصول على نفسه كلا اهو دخلنا عليها هنروح على قائمة الفيديو هاته هنقبر الشاشة شوية عشان بس نطلع كده انا انا افتح الي انا انا اذا انا 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 اضغط عليه اهن تمام وبنروح على علامة الترجمة في عندي علامات في الجنب ايه بروح على علامة الترجمة اهن اللي هي العلامة دي تمام اللي هي تحت علامة الرسائل تحت علامة الرسائل هي علامة مربع وفيها شرط اهن تمام بدي الترجمة وعندي كده هنا اللغة هنا تاريخ اخر تعديل العنوان ووصف وبسحب الشاشة كده اهو هنا الترجمة تمام وعندي هنا ايه انشاء نسخة طبق الاصل وتعديلها تمام انا قصد ان انا اعمل الفيديو ده من التليفون قصد ان انا اعمل الفيديو ده من التليفون عشان تعرف ان الموضوع بسيط تمام اهو هنضغط على انشاء وترجمة انشاء تمام اهو هنضغط هنا كده تمام شعرفين الهم شعرفين الجمال شعرفين الجمال definitive كل الكلام مكتوب هنا وعلى فكرة ضخج جدا يعني يعني اه افضل من ترجمة اه ايه اليوتيوب ارجڭ انا افضل من ترجمة الفيس والكلام �毫ي احنا كنا بنجيبه زمان كلنا بنعدل عندنا في SO دا برضو لو عايز تعدل مافيش مشكلة يعني دا لو عايز تعدل اي كلمة هناه مفيش ادنى مشكلة تمام يعني بعض الكلمات بممكن تكون اه متغيرة شوية الى حد ما بممكن ترجعها وترجمها زي ما شرحنا قبل كده في الفيديوهات التامية اهو نفس الكلام بالزبط اه ممكن اخد اي حاجة يعني مثلا ايه اه اشوف اي حاجة ممكن نعدل تمام احنا هندخل بقى بعد ما تعدل وبعد ما تزبط هنروح على وعشان مقات الفيديو هنروح على طول على ايه نشر اهو نشر كده عمال لي ترجمة باللغة العربية كده عمال لي ترجمة باللغة العربية تمام هروح على اضافة اضافة لغة هنا على المربع ده نفس ما كنا بنعمل قبل كده نفس ما كنا بنعمل قبل كده واختار اي لغة انا عايزها اي لغة ناخد مسلا ايه اول حاجة كنا بنعملها ايه? اه اول حاجة قدامنا الاسبانية مسلا. الاسبانية. تمام? وبرضه اهو نفس الفكرة بروح على كلمة ترجمة وبقول له اضافة. هنا. بسحب الشاشة شوية كده. وبقول له هنا ايه? ترجمة تلقائية. اه. على طول هيجيب للكلام تلقائي بالاسبانية. بالاسبانية. تمام? وبروح كده هنا وبقول له نشر. حلو الكلام. الموضوع بسيط. والله العظيم تحديث روعة اكتر من روعة. اضافة لغة كمان اهو. اضافة لغة. بعد الاسبانية واحنا ماشيين كده ماشيين 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 نلاقي الالمانية مسلا اهي. وبروح هنا على عندي هنا العنوان والوصف وعند هنا ايه الترجمة. تمام? هنروح للعنوان والوصف دلوقت بس هنبضيف الاول الترجمة اهو. اضافة. زي ما عملنا في الاسبانية. تمام? وبنروح برضو على ايه? ترجمة تلقائي. اهي. برضو ترجمة هلا على طول تلقائي. وبروح على نشر. تمام? وهكذا. كل اللغات اللي قدامك تقدر تعملها. يعني انت اضافة لغة من هنا. اهو. صغر بصة شاشة عشان كل شاشة تظهر. اضافة لغة اهي. تمام? وكل اللغات اللي عندك هتقدر تترجم لها عادي ما فيش مشكلة. كل اللغات اللي قدامك الانجليزية. اهي. اهي. الانجليزية. تمام? نفس الحكاية اضافة. نفس الحكاية بالزبط. اهو. عندي هنا ترجمة تلقائية. وبقول له حفظ. عرفنا الخطوات دي? خلصنا الخطوات دي. خلصنا منها? طيب. نروح بقى على ايه? خلصنا دول. ممكن نروح على اللي هي العنوان. اكبر لك الشاشة عشان تشوفها. اهو. العنوان والوصف. طيب. عندي هنا اللغة الايه? الانجليزية. احنا قلنا اتفعنا بلكل ما نعملش اصلا عنوان ووصف بتاعها. لان في بعض تليفونات حتى في العرب. اه لغتها انجليزي. لغة التليفون. فسيبها زي ما هي بتاع العنوان ووصف في الانجليزية بس. لكن الترجمة نفسها سيب. نروح مثلا على الاسبانية وبقول له اضافة. تمام? طيب. ها امي على طول واخد. العنوان هو انصغل الشاشة عشان تظهر قدامك ايه بتظهر كده. تمام? هاخد العنوان هنا. نسخ. اهو. وبقول له تحديد الكل. ونسخ. تمام? واروح على ايه? ممكن اجي هنا. في كزا طريقة. في كزا طريقة. عندي هنا في لوحة البيانات اللوحة المفاتيح اللي معايا دي. لوحة المفاتيح اللي معايا دي فيها ترجمة. معظم برضو لوحة المفاتيح اللي هي بتاع التليفونات فيها ترجمة. تمام? وهقول لك دلوقت تعمل ايه لو ما فيش? احنا قلنا على ايه? اللغة ايه? ايه? الاسبانية. هنروح هنا اختار. الاسبانية اهي. تمام? وهضف هنا لصق. اهو. تمام? وبقول له صح? هيترجم هالي كده اللي ايه? كده الترجمة الى الاسبانية. طيب. هنا الوصف. برضو نفس الحكاية. ممكن ااخد مجموعة. ااخد مجموعة صغر دي شوية كده. واخد هنا. مجموعة هنا او شوية في الاول كده. اخد مسلا كده سطر كده مسلا اهو. تمام? اي عدد احنا عايزينه? وبقول له نسخ. تمام? اه 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 تمام 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 تمام. وبروح على الوصف وقول له. هنكتب برضو هيقول لي اهو هضفها. تمام? وبقول له تمام? كده ترجمة. الاسبانية. دي ايه يا جماعة? عن طريق ايه? لوحة المفاتيح بتاعتنا. وبكبر لك الشاشة شوية. عشان تظهر لك كلمة نسخ. كلمة اه نشر. اه تجاهل ونشر. وبضغط على نشر. تمام? كده. عمال لي ايه? تم نشر. الاسبانية. نصور لك شاشة برضو عشان تظهر. تم نشر العنوان واللغة بالاسبانية. طيب. ما عندكش مسلا اه ما عندكش دي. هروح على الالمانية هو. واقول اضافة. في الالمانية بقى. تمام? وعاز افتح قائمة للترجمة. بضغط على المربع ده. المربع ده في بعض التليفونات بيبتحت. هو المربع اللي فيه ارقام ده. اهو. اضغط على المربع ده عشان يفتح لقائمة جديدة. وروح على قائمة جديدة. واقول له هنا ايه? ترجمة. العربي ترجمة. اهو. تمام? بيقول لي هنا ادخال نص والترجمة. هنا هختار اللغة الاول. هختار اللغة من العربية الى 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 احنا كلنا هنختار ايه دلوقت? الالمانية صح? الالمانية. اهي? تمام? وبقول له هنا في ادخال النص. تمام? وبنزل تحت بلاقي الترجمة. الترجمة اهي? دي الالمانية. وبقول له نسخ. هنا علامة النسخ ايه? وبروح على القائمة تاني من هنا. وبروح على ترجمة الفيديوهات. وبروح في الوصف. اهو. وبقول له نسخ. اروح على العنوان. اروح تاني هنا اعمل مربع. وهكذا يا جماعة. دي في الترجمة اهو. تمام? دي في الترجمة. بقول بشيل دي. اهو. وبعمل هنا مش نسخ بقى اعمل هنا كده الحاجات اللي انا مخزنها. الحاجات اللي انا نسخة. اهو بنسخ العنوان تاني لو اهو كده اهو. تمام? وبنزل تحت. باخد العنوان نسخ. وبروح برضو على الفيديو. هنا. وبقول له نسخ. تمام? وبعد كده برضو بكبر. عشان اوصل لكلمة نشر. هنا. اهو. تجاهل ونشر. هنعمل على نشر. كده ترجمنا فيديوهاتنا بكزا لغة وهكذا. وهكذا. هتعمل بقى كل اللغات اللي انت عايز. الموضوع بسيط وسهل. ده انا عملت اصدت ان انا اعمل الفيديو ده من التليفون عشان تقدر تترجم بكل سهولة. ما تقولش ده كمبيوتر ومش كمبيوتر. اهو. قدامة. سواء تترجم من لوحة المفاتيح بالنسبة للعنوان والوصف. او من ترجمة جوجل. سواء كده او كده. تمام? والنشر اللي هو الترجمة نفسها بتاع صوت الفيديو بكل سهولة ويصر. بجد برافو يوتيوب. بجد 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 برافو يوتيوب. تمام? اه اي سؤال تحت امر الجميع سيب تعليق بسؤالك. ان شاء الله اه ارد عليك في اه على التعليقات او اعمل لك بسؤالك فيديو او ان شاء الله في حلقات البث المبشر اليومين. فامان الله سلام عليكم ورحمة وتعالى وبركاته.